بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم قصة وعبرة اليوم الموضوع تيالنا سيكون حول الأم الأم اللي وصع لها بزاف الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي قال أمك 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 ثم أباك وقال كذلك صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أكيد الأم هي رمض العطاء هي الإنسان اللي كتضحي كل شي على وجود أولادها هي كذلك الإنسان الوحيدة اللي تقدر تنسان في سهف الدعاء حتى هي مشغولة بالدعاء لأولادها لكن حنايا للأسف كان قصرهم جهتها بزاف والله اسمح لنا قصة دياليوم هي قصة شاب ما كانش كيبغي لأم ديالو كان كيكرهها كيشتمها وكيحشم منها ولكن هي كانت كتبغيه كتظل فيه وكتعامل معاه أحسن معاملة والسبب هو أنه كانت عندها واحد تشويه في العين ديالها هاتشي خلاها أنه يحشم منها قدم سحابه واخا كان قصة معاها هي بقات كتبغيه وكتظل فيه اللي كبر وشد الإيشاسة ديالو قرر أنه يمشي لخارج باش يكمل دراسة ديالو وفعلا مشا وما بقاش كيحتي للمو أي خبار عليه نساها في خطرة واخاها كيك هي كانت كتسول صحابه باش يكون عنها شي خبار على ولدها ديست ليام وعرفت أن ولدها تزوج لقاخ دماء وأنه عنده ولد قررت أنها تمشي تشوفو حيث حصلت على العنوان ديالو من اللي مشت ووصلت للدار فتحت لها الباب وحد المرأة كانت أجنبية قلت لها شكونتي قلت لي هانا لأم ديال راجلك دخلتها وتعاملت معها مزيان من اللي وصل للولد تعصب على لأم ديالو بزاف قلت لها عليش تبعتيني حتى الهنايا أنا سافرت باش ما بمبقاش نشوفك وما بقاش يكون عندي أي خبار عليك ونسيت تبعتيني بكات والقطع قلب ديالها ولكن بقات معهم شوية واحد الفترة ومن اللي ما استحملتش المعاملات ديال والدها قررت أنها ترجع لولد لبلادها ودس اللي يام بقى الولد كيفكر حيث دبا عنده ولد وبدت كتحرك فيه لمشاعر ديال أوبوبة ديال غادي نرجح لبلادي باش نشوف الأم ديالي ونحتضر منها وفعلا نرجع من اللي يرجع ما لقى أحد في دارهم سوّل جار ديالهم قل ليه فينها يا ماما قل ليه ماما كلا رحمها لكن تركت لك هاد الرسالة بدك يقرأ الرسالة كتب فيها الأم ديالو أنها كتبغيها بزاف وخدر لها لدار هي ديال ما غادي تدعي لو بأحسن عيشة ولكن قلت ليه غادي نشرح لك السبب اللي كنت سي كرهاني به غادي نشرح لك علاش لعين ديالي نمشوه حيث من اللي كنتي صغير ضغطيه واحد الحديثة وفقدتي فيها عينك وانا تبرح تبعيني باش انت تبقى تشوف وخليت عين واحدة باش نبقى نشوفك بيها ذاك الوضط تصدم وبكاد وبكاد دم وندم بزاف لكن فات الحال حيث دابنا دم غادي يفيد بوالو تمنى أننا ناخدو عبرة من هاد القيصة بزاف حيث هاد أم اللي ضحات حتى بالعين ديالها على ود بولدها وهو كيفاش رضليها الجميل ان شاء الله يا ربي نبقى نبغيو الأمهات ديالنا تهلو فيهم باش يرضو علينا حيث رضى الله في رضى الوالدين الله يسمح لنا من الوالدين والله يخلينينا الأمهات ديالنا وغير اللي ما بقاش عنده أم هو اللي عارف القيمة ديالها تمنى أن القيصة عجبتكم تلاقوا في حلقة أخرى وقصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر